اتفاقية نقل السلطة مما يعني تناحيه عن السلطة الجزيرة السعودية عنوانة في فتاحيتها انقاذ اليمن بتوقيع الرئيس صالح اتفاق نقل السلطة في اليمن تضع البلاد قدمها لأول مرة على طريق طويل نسبيا لحل الأزمة المستمرة منذ عشرة أشهر في هذا البلد الذي كاد أن يتفكك ويدخل في أتون حرب أهلية وقبلية مدمرة الصحف اليمنية عنوانة في فتاحية صحيفة الثورة اليمنية اتفاق تاريخي جميع اليمنيين يستحقون التهنئة بهذا الانجاز الكبير الذي توقفت عنده سايكولوجية الانتقام التي حاول البعض تعميمها على المنطقة العربية من خلال ما طلح على تسميته بالربيع العربي وعلق طارق لحميد رئيس تحرير الشرق الأوسط الصادر في لندن تحت عنوان اسأل مجرب ولا تسأل طبيب صالح رجل شديد الدهاء بوصوله للحكم وبقائه فيه ورحيله وهذا توصيف لا إعجاب فعلى من يشكك بدهاء الصالح أن يقارن نهاية حكمه بنهاية من سبقوه من الزعماء العرب الثلاثة الذين رحلوا عن الحكم هذا العام في الانديبندنت البريطانية كتبت كاترينا ستوات وآدم بارون حاكم اليمن يوافق في النهاية على الذهاب لكن هل سيذهب النظام معه صالح الدكتاتور الرابع الذي يسقط بفعل الضغط العالمي وعشرة أشهر من الاحتجاجات التي أنهى اتضامه الذي دام ثلاثة وعشرين عاما وفي نيويورك تايمز الأمريكية كتب كريم فهيم الزعيم اليمني وقعوا اتفاقا لإنهاء ثلاثة وثلاثين عاما من حكمه لكن الصفقة من غير المحتمل أن تعيد الهدوء قريبا إلى بلد أصبح بشكل متزايد مهم للولايات المتحدة بينما يكسب المتشددون المرتبطون بالقاعدة موطئ قدم أقوى لهم هناك عبدالله إذن هل يمكن أن نقول أنه اتفاق تاريخي أم أن نظام باقي؟ والله أنا لاحظت من كلمة الرئيس اليمني بعد توقيع الاتفاق نقطتين نقطة تتعلق بلغة الجسد ونقطة تتعلق بما قاله دعني أبدأ بما قاله قال أنه مستعد للمشاركة ومستعد للتعاون عندما تأتي هتين الكلمتين على لساني في هذه الكلمة يعني يبدو أنه لا يريد الرحيل بسهولة النقطة الثانية التي تتعلق بلغة الجسد أنه بينما كان يتكلم عندما تحدث عن التغيير يده لمست وجهه بشكل يبدو منه أنه غير صادق فيما يقول وهذا أمر كان لافت للنظر في أنظار كثيرين أعتقد أن الفترة القادمة الاتفاق تاريخي من حيث أنه لأول مرة يفرض على علي عبدالله صالح التوقيع وجاءت تقارير عدة لتؤكد أن بينما استخدمت المملكة العربية السعودية الجزرة كانت العصى بيد الولايات المتحدة الأمريكية من الخلف ما يجدعب نظرية المؤمرة في هذا لكن هذا مقيل وهذا هو الذي فرض عليه أن يدهب يعني يدهب خريط الذهاب بهذه الطريقة لكن الفترة الجاية تكون شديدة الصعوبة لأن ابنه قائد الحرس الجمهوري وهو جيش في حد ذاته وابن أخيه يحيى قائد القوات الأمن المركزي وهي جيش آخر وهذا يعني تفكيك المؤسسة العسكرية وإعادة تنظيمها مرة أخرى يعتبر نقطة أساسية على جانب المعارضة هناك مشاكل من نوع آخر لأنه ليست هناك قيادة واضحة للمعارضة توقيع المعارضة اللقاء المشترك وغيرها على هذه الوثيقة أدى إلى شرخ بينها وبين الشباب في ساحات التغيير أعتقد أن الجنوبيين لهم موقف ومن بين الجميع اليمنيين يبدو حضر العطاس هو الأوفر حظا في لعب دور خلال الفترة القادمة لكن طبعا الحياة كتبت أنه هذا اتفاق تاريخي برعاية سعودية ينقل السلطة إلى اليمن نجحت الجهود السعودية والعربية والدولية في تحقيق هذا الاتفاق التاريخي ولكن في بعض الصحف الغربية تتحدث أن الكثير من اليمنيين لا يزالون غير واثقين مما حدث ربما بعض الصحافة الغربية لا تعرف الرئيس علي عبدالله صالح جيدا رئيس مراوغ يعني تتفق مع طارق الحميد كما قال مراوغ جدا أنا لا أسمي دهاء وإنما مراوغة مراوغة الكذابة سري على المسترع على هذه الصفة لأنه تتفق مع عدم الثقة بأن ما حدث أنه هذا لذلك في موضوع آخر أنا أعتقد أنه إلى الآن هو موجود الرئيس علي عبدالله صالح في الجيش الجمهوري في الحرس الجمهوري أيضا قيادات في الجيش موجودة في الأجهزة الأمنية متغلغل جدا في مؤيدي أيضا يؤمنون به وما يسميه حمران العيون أنا أعتقد أنه الرئيس علي عبدالله صالح سيعود إلى الحزب ومن ثم ربما يرشع نفسه مرة آخر لأنه حسب الاتفاقية أو ابنه أو ابنه يدفع بابنه من جديد الرئيس علي عبدالله صالح أنا أعتقد أنه كاتفاق اتفاق تاريخي ممكن وصفه لأنه على الأقل ينزع فتيل الأزمة الموجودة في اليمن في الوقت الحاضر لكنه أيضا الاتفاق كأنه تجاوز أيضا شباب الثورة وشباب الثورة هم الأساس في الثورة اليمنية الاتفاق برمته ربما فتح الأفق المسدود في داخل اليمن يفتح الأبواب الجديدة الآن للمعارضة لتعمل نحو استراتيجية جديدة تفعل العمل اليمني تحسن الحالة الاقتصادية والمعيشية والتفكير لدى اليمنيين أنا أعتقد أنه جيد إلا أنه إذا رأيت أنا من وجهة نظري الشخصية تسميته اتفاق أو تسوي أنا أسمي تسوي قبل أن أسميه اتفاق طيب إيا بريان واتكر من الجاردين كتب علي عبدالله صالح اليمن يستقيل لكن الاستقالة لن تغير شيئا في أدالي تيليغراف أيضا كما ذكرنا كتب محرر الشؤون الخارجية ديفيد بلير رئيس اليمن يتنحى ولكنه يقول أن البعض يقول أنه رغم أنه سافر إلى نيويورك للعلاج فأنه لا يزال يخطط للعودة كما قال جميل يجب علي أن أقول أنه عندما ينظر الأشخاص الأجانب إلى هذا البلد يحارون تقريبا في تقييم ماذا يحدث هناك وأعتقد أن صالح يأمل في أن لا تكون هذه النهاية وأعتقد أن الكثيرين أن هناك قول يقول أن حكم اليمن مثل الرقص مع الثعابين أو شيء من هذا القبيل وأعتقد أنه عندما يحكم بهذا القدر من التنوع والتلون فهو لديه قدرة لو صحيح أن علي عبدالله صالح هو الرئيس الرابع الذي يتنحى عن منصبه فيمكن القول أن الخروج كان خروج آمن وسهل وهذه هي النقطة باختصار مصطفى هل الإعلام كان واضحا حلل هذا الكلام الذي تحدثنا عنه بشكل دقيق؟ هناك إجماع في الإعلام إن كان عربي أو الغربي حول شخصية الرئيس اليمني مخادع مراوغ إلى آخر ما في شك وهذا جنب مهم يعني طبعا معروف القول المأثور لا يلدغ المؤمن من جهر مرتين ولكن في حالة الرئيس اليمني الإعلام عكس أنه من الممكن أن يلدغ أكثر من مرتين نرجع إلى موضوع الثعابين هو الإصلاح الذي اخترعه ويجيد الرقص لا شك هذه النقطة بس النقطة الثانية التي غابت حتى الآن في الإعلام أيضا هو أنه كان أحد المطالب للرئيس اليمني وجود ضمانات هل هذه الضمانات تشمل علي عبدالله صالح فقط أم أفراد الأسرة كلهم فهذا جنب مهم الإعلام حتى الآن لم يستطع تسليط الضوء لننتقل إلى تقرير وحدث تاريخي آخر وهو تقرير تاريخي هل يفتح صفحة جديدة هذا هو الاتجاه الذي اتخذته بعض الصحف للتعليق على تقرير باسيوري في أحداث البحرين الدامية هذا العام في صحيفة الوسط البحرينية كتب منصور الجمري معا لفتح صفحة جديدة في تاريخ البحرين بعد أشهر من العمل